الحديث المتصاعد في الداخل الامريكي حول اقتراب مشوار الرئيس بايدن نحو ولاية رئاسية ثانية من نهايته فتح الباب امام سيناريوهات مختلفة الطروحات تركز بشكل اساسي على تحديد من يخلف الرئيس كمرشح للحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل بايدن امام خيارين في حال قرر الانسحاب اما التخلي عن مهامه بوصفه رئيسا وتسليم شعلة الرئاسة لنائبته كامالا هاريس التي ستكمل عهده في البيت الابيض وهو سيناريو اقل حظا اما السيناريو الثاني فهو الاعلان عن انسحابه من السباق الرئاسي لولاية ثانية وتأييد بديل ديمقراطي له ووقتها تحسم الامور بين احتمالين اثنين اولهما اعلان الانسحاب وتأييد هاريس للاستمرار في السباق على رأس البطاقة الديمقراطية وهو خيار اكثر ترجيحا وفق الكثيرين باعتباره محفزا لمندوب الحزب للتصويت لصالحها في المؤتمر الحزبي الوطني الذي سينعقد في التاسع عشر من اغسطس المقبل اما الاحتمال الثاني يتمثل في انسحاب بايدن وترك الباب مفتوحا امام لائحة بدلاء غير محددة ما يرمي الكرة في ملعب مندوب الحزب الذين اصبحوا غير ملتزمين بمرشح بعينه ليحسم المؤتمر الحزبي الامر نهائيا اسبوع حاسم في مصير بايدن والحزب الديمقراطي اذ يتوقع محللون حسم قراره النهائي خلال الايام المقبلة اما باستكمال المصاري الحالي او افساح المجال لمرشحين جدد لمنافسة ترامب على عرش البيت الابير